اهلا وسهلا بكم في قناة قصة مع فنجان اهوى قناتنا هتقدم كل انواع القصص رومانسي وصعيدي وكوميدي وبوليسي واجتماعي وكل انواع القصص اللي انتو بتحبوها وبتمنى منكم تشتركوا فيها وتدعموها علشان بيكم هنكمل وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل اللي بنقدمه واتنسوا اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم لانه بيفرحنا وبيشجعنا اننا نكمل ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا جبنا لكم النهاردة قصة جديدة يا رب تعجبكم قصة فارس الصعيد بقلم الكاتب المتميز عمر يحيق وعلى فكرة القصة دي من على أبليكيشن اسمه كوكب أبليكيشن جميل جدا وبيعرض روايات كتير هتعجبكم بإذن الله لو كل محبي قراءة القصص روحوا بسرعة وحملوه هتلاقوا اللينك بتاعه في اول تعليق مسبت ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة خرج منصور من دوار وسب حاتم بعد الكلام اللي ضربينهم عن الخواجات والأثار وحق أخوهم ونادية مرتخوهم وولادها من المراس حقهم في المراس في الدوار أو نصيبهم في الأرض وكلمة حاتم عن حبه القديم للنادية مرتخوه فخرج وركب عربيته ومشي ومحدش عارف راح فين في بيت نادية كانت قاعدة على الأرض وحطى الأكل على الطبلية وبتاكل مع ابنها الكبير فارس اللي عنده 14 سنة وبنتها الزينب وابنها مصطفى الوسطاني وحطت الأكل اللي حضرته وهم قاعدين بيأكلوا مصطفى قال لها ماما طلبين مني نرسوم المدرسة وآخر ما عاد لنا الإسبوع الجاي إن شاء الله قالت له أمه نادية من بعد ما وقفت اللقمة في زورها من ديء الحال وقالت له حاضر حاضر يا حبيبي هنشوف الفلوس وندفعها لك المهم أنت تتذاكر وتتشطر عايزكم تفرحوني وتخلوني في السماء وما تحوجونيش لحد مين مكان مصطفى قال لها أنا بجيب درجات حلوة يا ماما كل سنة وراحت زينة بأخر العنقود وقالت لها وأنا كمان يا ماما ده الأستاذ حامد فرحان بيا جاوي لما نرفع يدي ونجاوب على كل الأسئلة في الفصل فرحت بيهم نادية وقالت لهم أيوة جدي يا حبيبي ربنا يخليكم لي وما يحرمنيش منيكم واصل ويفرحكم زي ما بتفرحوني جديه يا نور عيوني وفي الوقت ده فارس كان قاعد بياكل وهو ساكت وما بيتكلمش سألت لأم نادية وقالت له ما لك يا حبيبي ما بتتكلمش ليه رد عليها وقال لها أنا معدتش صغيرة يا ماما وعارف الظروف كويس وأنا عندور على شغل وهنشوف لسط أحمد الميكانيكي وهنشتغل معاه في الورشة قالت له نادية وهي بتحذره وعاك يا فارس يا ابني وعاك وعاك شغليه وزفتيه أنت السنة دي شادة وعايزك تنجح وتجيب مجموع كبير عايزك تدخل سنة وتكبر وتدخل طب أوهنتس وترفع راسي وترفع عينك من بين الناس قال لها فارس يا ماما أنا هنوفق بينه ما تجلجيش علي أنت أنا عمري ما نهمل في دروسي قالت له نادية بشغط فارس أنا قلت لك إيه صاحب بالين كداب يا ابني قال لها فارس منين يا ماما ما الحال معروف وأنا ما عدتش صغير قالت له نادية هو أنا كنت اشتكيت ولا جسرت يا ابني أسمع كلام إنت بس واهتم بدروسك ومذاكرتك وكل حاجة هتبقى تمام رد عليها فارس وهو مصمم عليه في دماغه حاضر يا ماما وفضل فارس يفكر وهو بيأكل في دماغه أنه هو يشتغل ويساعد أمه من غير ما هي تعرف لأنه عارف أن عمامه حرمية ومش هيساعدهم بأي حاجة وإن طالوا يأكلوهم تاني هيأكلوهم وفارس كان جواغل كبير لأمامه حاتم ومنصور على ظلمهم لأبوه وأمه طول السنين اللي فاته هو الولد اللي عنده 14 سنة فاهم كل حاجة وهم بيأكلوا ويدحكوا على الأكل زينب كانت بتقول لها دعانا يا ماما لسه مش بيعتش ومصطفى كان بيقول لها أه يا كلبوز أنت وزينب تضحك وتقول يا بكرش انت وفارس وحطوا قدامها العيش وقالوا لها خد يا زينب كلها أها ردت نادية وهي متفجأة مين يا ترجلنا في الوقت ده وقالت لفارس جو وفتح الباب وشوف مين رد عليها فارس وهو بيقول مين ورح يفتح الباب في بيت الحاج يا عتمان حاتم كان بينضه لمراته وبيزع يا نوال يا نوال ردت عليه وقالت له ما لك يا حاتم ما تزعج ليه صوتك جاي بأخر الدوار كنت وين يا وليه صوت يتنبح وانا بنده عليك ردت نوال وقالت له كنت نايم يا مصدع ايه يا ملافظك ما تهدي على المسك ده ردت علي نوال وقالت له ما تخلص عايزي يا حاتم يا ابن الحاج عتمان انا جعان والعصر أزن والمغرب خلاص يأزن كمان روح يجاهز يا أكل انت والبت حسنية الشغالة وامل حسابك ان اخويا منصورها يتعشى معانا ردت علي بدي والد حاضري حاتم اما نشوف اخرتها ايه معاك انت واخوك حاتم رده وقال لها اخير ايه يا بيت ما تتعدلك ده مالك وما تضيجيش منصور زي كل مرة وروح يشوف ايالك رحا وين المغرب اجده رباب فوضتها تلعب ومؤمن خرج مع ابن اخويا رجب يا حاتم مش نزلك منزور ليه قال لها حاتم روح ينا والشوف شغلك وهتعمل ايه عشان انا مش فضيلك وطلع تليفونه بنجيبه علشان يتصل على حسن واسطة الخواجات وطلع على البلكونة بعد ممرته رحت المطبخ وحاتم بيقول قاله ايوه يا حسن في بيت نادي الباب خبط يا ترى مين اللي جاهلنا المغرب اجده جم يا فارس شوف مين رح فارس عند الباب وقال مين فرد عليه وقال انا فسأله فارس انت مين رد عليه صوت من برا وقال له افتح يا فارس انا عمك منصور فارس وشه تقلب هو نادي من جواها بتسأل في نفسها يا ترى ايه اللي جاب منصور السعادي وعايز مننا ايه فشورت لفارس انه يفتح فتح فارس الباب لعمه وقال نعم ايه اللي جابك عندينا عايز منينا ايه ووشه كان مليان بالغل والحقدة على عمه قالت له ناديا عيبك ده يا فارس يا ابني ايا كان هو في بيتنا ومهما كان ده عمك برضه قال لها فارس بغضب عيب يا ماما ده ما اعملش غير كل عيب في حياته وانا ما ليش عمام زعايت امه وقالت له فارس وقبل ما تخلص ناديا كلامها منصور زعا وقال له اخرس يا جليل للأدب ورفع ايده علشان يضربه رحت ناديا وقفت في وشه ومصطفى وزينب كانوا بيزعقوا وفارس كان الشر تالع من عينيه وقاعد يبص العمه بحقده وغل وكره من غير ما يتراجع قالت له ناديا كفاك يا منصور عاد عايز ايه من نينا رد عليها منصور وقال لها بقى كده يا ناديا يعني انا جاهل حد عنديكم مجاصد خير وابنك وجيل الإدب عليك ده وفي الاخر اتواك فاقصادي تقولي لعايز من نينا ايه ردت عليه وقالت له الصغير بيكبر يا منصور واللي مقدرناش ناخدوها ناو احمد العيال بكرة تاخده وفارس كبير وبقى راج المال وهدومة يا منصور يا ابن الحج عتمان قال لها منصور وهو بيدحك بتريئة بقى حتة الواد المفعوص ديها يعمليه مع منصور ولد الحج عتمان فرد فارس وقال له هعمل كتير يا منصور وبكرة تشوف وحقبه يا هناخدة يعني هناخدة قال له منصور ببرود نحب نقولك ان ابوك ملوش حاجة عندينا ولو في يدك حاجة عملها وريني وريني هزطولك يا فارس يا ورد احمد افندي وكان بيصخر منه فقال له فارس بزعيء وحقت هنوريكم يا حرمية يا مجرمين انا هنعمل ايه امشي اطلع برا وفدلي زع ويقول امشي برا نادي قاعدت تحضن ابنها وقارت له امشي يا منصور امشي يا منصور يلا ومشي فلم منصور وهو بيتوعد لهم بغلة وحقت ونادي كانت حضنة فارس ليه هي ابنك ده قال لها فارس ليه يا ماما انا ما عملتش حاجة غلط وانا ما شفتش من الناس ده غير كل الجسوة والشر والطمع يا ابني الناس ده اهلك وعمعمك هتعمليه بس ده نصيب ما سبتهش الا لما هيدي وهو حضنها بعد منصور ما خرج وركب عربيته وكلام فارس كان بيتردد في ودانه وما فيش على لسانه غير انه بيتوعد لفارس ابن اخوه الصغير بيقابه درس علشان ما يتجراش عليه مرة تانية وركب عربيته بسرعة لدرجة ان العجل احتك في الارض وعمل الدخان وطراب مالا القرية في بيت الحاجة عتمان كان حاتم قاعد في الفرندة ومسك تليفونه ايوه يا حسان اسمع جل الخواجات يرفعوا الصير شوية وحدد معهم معادي يجي عينه البضاعة فيه رد علي حسان فرح حاتم قال له اسمع بس وانجز وشوف رأيه ميه وبلغني ها رد علي حسان وقال له حضر يا حاتم باشا وقفل حاتم الخط بعد ما خلص مع حسان وصيت الخواجات بتجريتهم الممنوعة دي دخل حاتم جوه الدوار وفضل ينادي على نوال تاني فخرجت نوال من المطبخ وقالت ايوه يا حاتم فيه تاني رح حاتم قال لها المغرب أزن ووردك لسه مجهش يا هانم ردت علي نوال بزهق وقالت له هيكون وين يعني ما انا قلت لك خرج مع ودخاله رد عليها حاتم بزيق وقال ماشي اما نشوف اخرتها ايه مع وردك لا يذاكر ولا يحترم كلامي ابنك ديه مش بيغير خالص يروح يشوف ابن احمد هيقوله عليها اشتر التلاميس في المدرسة بصت له نوال بقرف وقالت له وده احمد مين اللي تسويه بابني فاشر ما عاش ولا كان لما يتساوى واد نوال بابن بيعة الخضار رد عليها حاتم بلويت بوز وقال لها ابن بيعة الخضار ديه يختم تحاناتها جربت وان ما نشوف ابنك ولا هو ردت علي نوال وقالت له ما اؤمن طبعا هو فيه في حلاوة ويردي وخفة دمه وشطارتها ضيب يختبط لكلامك ولمأسخ ديه وروح يحضر العشة خلزت يقول بيت حسنية احسن منصور اخوي على وصول ونادى على رباب بنته رباب اما سمت ابوها سابت لعبها وخرجت من قضتها ونزلت على السلم جاري وهي بتقوله انا هو يا بابا جاية هو رح حاتم واخدها بحضنه وقال لها قليلي كنت بتذاكر ولا تلعب يا رباب اللي اتنين يا بابا ذكرت وكنت بلعب شوية ابوها قال لها اهم حاجة تخلي بالك من مذاكرتك اللي امتحانات جربت ردت علي رباب وقالت له ما تخافش علي يا بابا ده نفس سنة خامسة وهندخل ستة بتدائي وهنفرحك رد عليها حاتم وقال لها ايوا جديه مش عايزهم يقولوا بيت حاتم اتمان فاشلة وبتسجط عاوزك ترفع راسي يا بتي فاهمه حاضر يا بابا نرجع عند بيت احمد والمغرب قدنت ونادية كانت قاعدة تشرب الشاي مع الولادة وهم كانوا قاموا يذاكروا وهي دخلت المطبخ تخسل لطباق وتنظف الصالة ومصطفى كان قاعد يذاك سأل فارس وقال وعمك منصور كان جاي ليه ها ام فارس مزعق له وقال له مفيش يا مصطفى كمل مذاكرتك عشان عندك انتحانات بكرة وزينب كانت مسكة الكتاب وقاعدة تغمد وتفتح وهي بتنام على روحها مصطفى قاعد يغمز لفارس ويدحك على اخته فقال لها فارس جو منها يا زينب ما انتيش وش مذاكرة ردت عليه زينب وقاريت له ها وتقول يا فارس مانا بذاكر اها قال لها فارس بتذاكري ولا بتنعسي وقاعد يضحك هو مصطفى قامت رباب زالت وقالت هروح نزاكر عند ماما وقاعدت تنادي على امها جت نادي لبنتها وقالت لها تعال يا حبيبة ماما ننام سوا ونحكي لك حدوتة وحضنت بنتها وفتحوا التلفزيون اما فارس قاعد يفكر في عمه وهو غضبان وقاعد يفكر ايه اللي جابه وكان عايز ايه وفي نفس الوقت كان قاعد يفكر في ظروف البيت ووضعهم الجديد بعد ما ابوهم مات واللي حصل لهم في الست شهور دول بعد موته وقاعد يفكر هيلقي شغل ازاي وهو امتحنت وقربت فكان بيبص لأخوه مصطفى مدروخ وعايز ينام قاعد يضحك وقال يا مصطفى يا بودار شد الحف ونام ده حتة العيشة بتأذن والحد هنا استنوني في الحلقة الجاية القصة يا جماعة مليانة احداث كتير ان شاء الله مشوقة جدا جدا وهتعجبكم استنوني وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على اشارات الكل علشان يوصلكم كل جديد وعايز اقولكم ان احنا بنكمل قصة الظهار عادي جدا دي حاجة ودي حاجة تانية يعني قصة كده بنعرضها في النص اشتركوا في القناة